وعلى هامش المؤتمر التقى رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جليكسومينا في جلوتي حيث سمن مدبولي حرص والتزام البنك بتمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية في مصر وأشار رئيس الوزراء إلى أن البنك أسهم في تنفيذ الكثير من المشروعات على مستوى القطعين العام والخاص بإجمالي نحو 14 مليار يورو بدورها أكدت في جلوتي أن بنك الاستثمار الأوروبي مهتم بشكل خاص بقطع الهيدروجين الأخضر في مصر وأنه تم إجراء العديد من المناقشات مع مطور المشروعات في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر